الانسان بيحبط لانه مش شايف اللي ربنا سبحانه وتعالى ألقاه عليه واغرقوا فيه من النعم مش هو مش محبط لانه مش حاسس انه ما يملكش لكن لو رأى ما منى الله بيها عليه اكيد مش يحبط ويستمر في السعي الى الله وانت عدوا نعمة الله لا تحصوها انت غرقنين في نعم الله فاستمروا يحبط ازاي وعنده كل الخير بالبركة دي ونزايك الانسان بيفقد قيمة النعمة لما يقف واذا سعى يرى عظيمة نعمة الله سبحانه وتعالى تالت حاجة بتزحى الحركة انه يتزحى اننا جلب الاحزان انت وقاعد بتجرب كل الاحزان عليك ما شفت الشيء جالب للاحزان زي القعود القاعدة نفسها تحزن يا اخي القاعد سلم نفسه تسليم اهالي للنفس الامارة بالسوق فالنفس ايه اللي يحصل عاد باهدله بالوفرثينجنج واتخليه يفكر تفكير عمال على بطال لغاية ما التفكير ده يستهلكه لكن لو ده حرك هيزيحى النفسه ده لانه عايبقى مشغول بانه يستثمر نعمة ربنا رابع حاجة بتزحى الحركة وبيزحى السعي ايه هو تزح دمور عين القلب القلب دي عين بل الانسان وعلى نفسه بصيرة اه لي عين العين دي بتضمر لما الانسان يوقف لكن لما يتحرك ايه اللي حاصل النعمة دي العين دي بيرجع عليها البصر لان الانسان ازا ما تحركش عينه ما تقدرش تشوف ساعة الله سبحانه تعالى لو اذا تحرك ربنا سبحانه تعالى يؤسع عليه ودايما انا بقول لكم ان ضيق الرزق من قسر النظر فلا يرى بنور البصيرة فيظل عاجز ضعيف الارادة لكن انه لو تحرك تنجلي بصرته فيرى وسعى الله خمس حاجة الحركة بتزح عننا جهلنا بنفسنا في حاجات مش هنعرف عن نفسنا الا اذا عشنا وتحركنا ولذلك اكبر لعبة بتلعبها معنا النفس الامارة بالسوق انها تخلينا نقعد فايه اللي يحصل فما نسعاش فما نعرفش نفسنا لازم الانسان يزيح عن نفسه الصدى اتحرك وزيح عن نفسك الصدى اتحرك وخلي حركتك بغاية خلي سعيك مغموس في الامل ودائما بنقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحلم احلاما كبيرة خليك جاد واستمر انت عبد ممدود لله وعبد ينظر اليك مولاك بنظر المحبة والمدد وعشان كده تعالوا نعمل شوية اجراءات اول اجراء لو طالع عليك فترة الركود وحاسس انك مش قادر تتحرك دور على اقرب عمل لقلبك وعمله على طول اي عمل قريب من قلبك وعمله وما تأجلش حتى لو كانت خطوة بسيطة في اتجاه مدد الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية عود نفسك انك ما توقفش ابدا ارتاح بس ما تفضلش في كتير في دايرة الراحة بالعكس ارتاح وانت ماشي حتى خلي اجازتك مش عدم العمل لكن خلي اجازتك تعمل فيها الحاجات اللي بتحبها عشان ما تحسش بالعكس تحت فكرة انك بتكافئ نفسك بعد جهد ادعوض انك تمشي في حياتك كلها بفلسفة الحل المرتحل اللي احنا تعودنا عليها وتربنا عليها واحنا بنتكرر حضرت النبي بيكلمنا عن القرآن ان احنا نفضل مع القرآن كالحر المرتحل كل ما بننتهي نبتدي ونبقى محتاجين نعيش كده في الحياة لازم ندخل في دايرة السع احنا حتى في العبادة بنبقى حل المرتحل عشان ما نقفش خالص يعني كل ما نوصل الى نهاية محتاجين نبتدي مع عبادة جديدة تالت حاجة ناجي ربنا سبحانه وتعالى ودعوه يخرجك من حالة الصدق دي بس لحالة الصدق دي وحشة اوي 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 ناجي ربنا وقول له قل يا رب اللهم اني ارجوك رجاء من لا مخرج له ولا امل له الا فيك واسألك يا سيدي ان تفتح لي بابا من ابواب حسن الرجاء بك يفتح لي بابا على الحياة في حضرتك حتى اذوق لطفك واذوق مددك فلا انتكس في احباط او عكس ابدا ما دمت انظر اليك يا كريم يا سادة ربنا سبحانه وتعالى ناظر الينا ربنا لا يودعنا ربنا لا يتركنا لا تترك نفسك لنفسك الامارة بالسوء تجعلك تعجز وتيأس فان اليأس لا يجلب الصدق فقط بل يجلب الفجوة والجفوة بينك وبين من هذا الملك ملكه الملك ملكه فكن مع صاحب الملك واجلي قلبك بالاعتماد عليه واليقين من مددك ترى نفسك غارقا في النعم بين يديه يا رب من علينا دائما بالبصيرة واجعلنا يا رب العالمين في سعي على الدوام واجعل سعينا بابا من ابواب اللقاء معك في كل نفس من أنفاسنا يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر